أساسات التحرك القانوني لترامب كثيرة أولا وكما جاء في تغريدة جولياني الأصوات البريدية التي غيرت كل شيء وبشكل مريب بالنسبة لترامب وبغياب رقابة حقيقية من الجمهوريين ترامب أيضا يطعن بمبدأ تلقي الأصوات البريدية بعد إغلاق الصناديق الساعة الثامنة مساء من يوم الانتخابات يوم الثلاثاء وقد حقق فوزا صغيرا الأصوات البريدية المتأخرة تحتسب بشكل منفصل لكي تلغى إذا ما تقرر ذلك